اشتركوا في القناة قررت هيئة المفاوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لكتابة تقريرها بالرأي القانوني خلال شهر عقد رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اجتماعا مع وزير التنوين دكتور علي المصلح وذلك بحضور وزير الزراعة دكتور عبد المنعم البنة لبحث كافة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2017 وتم استعراض خارطة الصوامع والشوان ومدى جهزيتها لاستلام الأقماح في الموسم الجديد واشدد رئيس مجلس الوزراء الاقتصار استلام الأقماح خلال الموسم الجديد على الصوامع والشوان الخاصة بالشركات القابدة التابعة لوزارة التنوين مؤكدا على ضرورة احكام الرقابة على جميع مراحل تداول القمح المحلي للموسم الجديد التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء دكتور خالد العناني وزير الأثار لمتابعة موقف تمثال رمسيس الذي عثر عليه في المطرية كان دكتور خالد العناني وزير الأثار قد قام بزيارة لموقع سوق الخميس الأثاري بمنطقة المطرية مشيرا لأنه سيتم انتشال جسد التمثال غدا لاثنين أمام وسائل الأعلام وبحضور أعضاء عن مجلس النواب ختام الموجز شكرا لكم